عملية الموازنة تقريبا كملت يعني على خلي نقول 99% وعشار خلصت إن شاء الله هناك مناقلات نهائية جاي تقوم بها اللجنة الآن لحد اللحظة اللي أنا أتحدث بك وياك بها هناك عمل مستمر لإخوانك في اللجنة المالية ما زلنا نعطي الفرصة لإخواننا في الحزب الديمقراطي للعودة إلى جادة الدستور والقانون وقرارات المحكمة الاتحادية وفي حال عدم الوصول إلى شيء سنضطر أن نغلب المصطحة الوطنية ومصطحة باقي أبناء الشعب ونذهب بالموازنة إلى مجلس النواب لإقرار سيد يوسف الكلابي يعلن أن 99% وتسعة شار قد تم الاتفاق بالموازنة الحالية وأنا اللي يريد أستفهم بعد أن يعود الصوت من السيد يوسف الكلابي هل إنه هذا كان بموافقة الأخوة الكرد وبذات المعترضين الأساسيين من الحزب الديمقراطي الكردستاني عزيزي نحن لازم نفرق بين الموازنة ومادتين بالموازنة تتعلق بإقليم كردستان نحن نتكلم عن أكثر من 80 مادة قانونية وجداول تتعلق ب200 تريليون سيد نجم هذه الفقرات والبنود عدلت بجميع وجود بجميع الأعضاء ومن ضمنهم الحزب الديمقراطي الحزب الديمقراطي معترض على ثلاثة فقرات فقط أو أربع فقرات في المادة 13 و14 يعني ما معترض على كل الفقرات وهو الوحيد اللي بقيه معترض يعني إحنا ما عدنا الآن معترض إلا الحزب الديمقراطي إحنا ساد نجم بصراحة هناك من يسوق الموضوع للأسف من بعض الكتاب المأجوريين من بعض السياسيين المأجورين أنه خلاف سياسي ما هو خلاف سياسي أبداً الخلاف هو فن قانوني ببحث لا يوجد أي خلاف سياسي حتى نلهي هذا اللغط الذي يتحدث به اللي سميتم المحللين هل هذه التعديلات لا بد من استشارة الحكومة بها أم أنتم مخولين بهذا التعديل من دون رجوع الحكومة حتى الناس تفهم أبداً نحن مخولين ونقدمها إلى قاعة مجلس النواب وهناك كلمة الفصل في القاعة في قاعة مجلس النواب فما سيتم التصويت عليه في قاعة مجلس النواب يتحول إلى قانون وما سيتم إسقاطه في قاعة مجلس النواب تنتهي هذه المادة وتسقط وهناك مرحلة أخيرة أيضاً بعد التصويتات إن مضت كل المواد فمن حق الحكومة الاتحادي أو حكومة الإقليم من حق المتضرر اللجوء إلى المحكمة الاتحادية لغرض تعديل ما تم التصويت عليه أو تعديل اشتركوا في القناة